موسيقى طبعاً أنا قدرت كل الاستشارات القانونية ذي لي وأعدت كراءة كل الترصانة القانونية المتبت بهذا الموضوع فوجدت نفسي أمام خيارين وجدت نفسي أمام خيارين الخيار الأول هو مواجهة الجهات التي انشرت هذه المعلومات ونعني بذلك أربعة منابر إعلامية هذا الخيار الأول والخيار الثاني هو أنطلب كما ينص على ذلك القانون التنظيمي من وزير العدل الذي كان آنا ذاك هو رئيس النياب العام لأن ذاك الوقت كان مازال موقعش كان مازال موقعش تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضاية كان مازال وزير العدل هو رئيس النياب العام فبالتالي الخيار الأول توجيه شكاية مباشرة للجرائد كانت تطلب أن رئيس المجلس المستشارين يوجه شكاية مباشرة إلى رئاسة المحكمة وليس إلى النيابة العامة رفع دعوة وتوجيه شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة هذا هو الخيار اللي مبغيتش نمشي فيه رغم أنه من ناحية القانونية كان يجوز ولو أن القانون التنظيمي كيقيد رئيس المجلس المستشارين بمستلاتهم أخرى شنو كان غير يعني؟ لو أن رئيس المجلس المستشارين تقدم بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة ضد الجرائد لانشرات معلومات ومعطيات يحيطها القانون التنظيمي بالسريع كان لو كان يمشي فيهر المصار كان سيكون رئيس مجلس المستشارين يعني كينزع الطابع المؤسساتي على البلف وكيعطيه واحد النوع من الطابع المدني طابع شخصي كما لو أن رئيس المجلس المستشارين يعني كيتشكا بهذا المعنى بهذا الدرجة كيتشكا بأربعة منابل إعلامية بطابعة الحال كان الخيار الثاني اللي مشي فيهر رئيس مجلس المستشارين هو إحالة الملف وأنتكلم عن الإحالة إحالة الملف اللي توصلت به من لجنة طاقس الحقائق على وزير العدل باعتباره كان آنداك رئيس النيابة العامة هذا هو المصار اللي اللي مشي فيهر رئيس مجلس المستشارين طيب هناك سؤال جو هاري في الموضوع اللي كانت تكلموا عليه ولكنه مع الأسف الشديد لم يتار ولم يعالج بالعنق المطلوب لا أقول فيه كل ولكن فيه جل ما كتب وما تدول حول هذا الموضوع السؤال هو ما هي حدود سلطة رئيس مجلس المستشارين في إحالة أو عدم إحالة التقرير اللي كانت وصل به من لدن لجنة التقس الحقائق موسيقى اشتركوا في القناة